الله العظيم بكرة واصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر والله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر والله الحمد الله أكبر الله لا إلا نعم الله الله أكبر الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله العظيم بكرة واصيلا وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسريما كثيرا الله أكبر الله لا إله إلا الله الله أكبر الله الله أكبر الله لا إله إلا الله الله أكبر الله الله أكبر وإلا أهل أمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيد مبارك كل أنتم بخير I just want to say to everyone to the community, congratulations for this amazing day Just a quick few announcements inshallah when you exit from this courtyard so I'm talking to all of you here inshallah please exit through this door because when the next prayer starts people will be coming through the other door inshallah there's an exit from this door in the courtyard and the masallah please exit through the back door do not exit through the main entrance we also will be celebrating Eid Eid celebrations I mean you know festival next Saturday 12 o'clock so bring your family members bring all the kids we're going to have mood bouncing games bazaars so come through and if you like to support for that event please generously donate $5 if you can to cover the cost and expenses again congratulations to the community Eid Mubarak share with all over the world Taずang Allah khai salamu alaykum shal الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كتيرا وسبحان الله العظيم بكرة وعصيلة وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحه وسلم تسليما كتيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة الله أكبر وعلى الله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كتيرا وسبحان الله العظيم مفة واصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى قلبي وصحي وسلم تسليما تتيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر والله إلا الله السلام عليكم ورحمة وبركاته I just want to apologize in advance for interrupting the tegbir but you're gonna see me one more time before the prayer starts prayer starts at 1045 but before that somebody parked Toyota Camry license plate 6CS5308 Maryland license plate if you have a Camry part behind the street in the masjid you're blocking somebody's driveway you're going to get towed in about five minutes and I don't want to see that in the evening so please you have five minutes to move your vehicle or they'll tow it away because you're blocking someone's driveway please work with our security guards and staff members and you know we know we have parking issues all along but work with us as we try to find accommodations for everyone don't forget to keep your shoes inside the back and for the courtyard please exit this way and for the musalla exit to the back door so again license plate with 6CS5308 please move your car immediately it's a Camry JazakAllah Salam 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 الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر والله إلا الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله العظيم روحة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه واتسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر والله ارحمه الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله لا ارحمه الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا منها إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله العظيم بكة واصليلا وصلى الله على زين الله محمد وعلى آله وصحه وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله العظيم بكة واصليلا وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا 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 وربحوث شكرا ما اكبر شكرا اشترك صورة شكرا 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 وفيديитесь اعجبك عن مستعر مراحل وضع التريبيات أنواعとك يجب أن ت humidistري وربعون في توبينцияch nettاء المش Lynch و Date التنظر في الجهرب أيضاً ي determination أنت تلك الأهم شارع في تجربة mara ناختر lez pie车 أن ن prospective في يented موقف وشارك Edين أنتم فراء الحذر لنهزمنا من المشيكة ونؤمن المشيكة ونؤمن أجل الان ولن تتوقف ايضاً سيكون هناك أشخاص بلسكتين لكي تتقوم بلسكتين فقط لو كنتم تتوقف بالكبير فلسلوك ما نريد أن تكونوا جمعاً ونريد أن تكون متدقاً لذلك يمكننا أن تكون أيضاً حسناً للمتعبينة في هذه المنوات جزائك الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر والله إبحان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر والله إبحان الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلحان الداخل والله إلا صلات، نحن السلام ما أكبر لا إله إلا اللهم الله أكبر سوف يكون هناك ركعة إن شاء الله كما تعلمون الأولى سوف يكون هناك تكبيرات تكبيرات الإحرام الأولى سوف يكون هناك تكبيرات بعد تكبيرات الإحرام استقيموا السوف وصفوفكم الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستطين صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرى فجاله غزاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يغفى وليسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصوى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آمية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصحوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبن كيف قرقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فاذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا الحمد لله الحمد لله الذي لم يتفق ولده ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ملي من الدل وكبرهم تكبيرا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. واشهد ان محمداً لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. واشهد ان محمداً عبده ورسوله. ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Dear brothers and sisters, I greet you as the Sahaba, the companions greet each other and they say to each other May Allah accept from you and from us and ask us Allah subhanahu wa ta'ala to make this Eid is a blessing Eid for all of us and for the whole Ummah. Allahumma Ameen. As we all know, today is as the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam told us, it's the greatest day of the year. أَقْضَ الْيَامِ السَّنَةِ And it comes right after another great day and that is يَوْمُ عَافَى. The day when Allah subhanahu wa ta'ala revealed to his Messenger and to all of us to follow. أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَكْمَلْتُ عَلَيْكُمْ نَعْمَةِ وَرَضِيتُ لَكُمْ إِسْنَامَ دِينًا On this day I perfected your deen, I completed my bounties on you. And I have accepted Islam to be your religion. So we praise Allah that He make us among Muslims. الحمد لله. And may Allah تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَإِذْحَقْنَا بِالصَّالِحِينَ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا مَفْتُونِينَ On the day of Aruvah, as you all know for us, Allah subhanahu wa ta'ala gave us a bounty of fasting the day. with a reward of two years expiation of sins. And for the hajeej, Allah subhanahu wa ta'ala has forgiven them. When He descended down to the lowest heaven. And He told His angels, bursting in front of His angels. And He said, وَشْهِدُكُمْ إِنِّي قَدْ نَفَرْتُ لَهُمْ We ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us among those people, Allahumma ameen. On that day, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, He gave His speech, فَقْوَةُ الْوَدَاعِ And He said, لا فَطْلَ لِعَرَبِينَ عَلَىٰ جَمِيلٍ وَلَا أَحْمَرَ عَلَىٰ أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَىٰ أَحْمَرَ إِلَّا بِالْتَقْوَى In our deen, justice, equality, the only favor or the only choice we have to be better is the taqwa. How we close to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah has given us this day and we start our day with عبادة فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَقْ So we start with عبادة والصلاة والعيد and then with the khutbah and then we go and sacrifice. And I wanted to stop for a few minutes on the أضحية and this is the Eid, Eid Al-Adha, the feast of sacrifice. What are we sacrificing? What are we doing on this? Many of us sometimes we just think of أضحية as a money we have to pay, as a check we have to write, as something that we have to send when we're done. No, we have to remember this is شعيرة فَالشَعَائِرِ اللَّهِ This is a symbol, this is a ritual from the symbols of Allah subhanahu wa ta'ala and it is by itself عبادة, it's an act of worship and this act of worship it has so many acts of worship in it and whomever magnify, whomever honor, whomever glorify this شعيرة this is a taqwa. ذَلِكْ وَمَنْ يُعْضِنْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ We have to remember when we go and do this sacrifice. Number one, it's a qurbani taqarriba ila Allah. We getting closer to Allah subhanahu wa ta'ala. and Allah has called the qurbani and qurbani needs to close to Allah. وَدْلُوا عَلَيْهِ النَّبْعَى بِالْآدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا So that's number one. And number two, we are following the sunnah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam who's following the sunnah of Ibrahim alayhi wa sallam. And number three, when we do this, we make difference of Allah. We say bismillah wa Allahu Akbar and we acknowledge the bounty from Allah هَذَا مِنِّي هَذَا مِنْكَ وَلَكَ هَذَا مِنْ اللَّهِ This is a bounty from Allah subhanahu wa ta'ala. And also from it, as you all know, we eat from it, subhanAllah. You eat and it's a baraka and it's a water from Allah. فَكُنُوا مِنْهَا And also you give it charity. وَأَطْعِمُوا وَأَطْعِمُوا الْمَائِسَ وَالْفَقِيرُ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرْ and feed and it's a charity in it, subhanAllah. It is the sunnah that Ibrahim has done. When the Prophet was sacrificing the animals, the Sahaba came in and he asked them مَا هَذِهِ الْأَضَاحِيُ وَلَا هُمْتَرْزِ The Prophet of Allah, he said سُنَّة أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمُ I wanted all of us to remember this shaheerah. Remember that this sacrifice is not just an animal. It symbolizes something. It commemorates what Ibrahim and Ismail has done. The greatest sacrifice. When Ibrahim has an order from Allah, a vision. He came to his son and he said to him يَا مُنَيَّا إِنِّي أَرَى فِي الْمَلَامِ أَنِّي أَذْبَحُمْ فَانْظُرْ مَا تَتَرَى I have seen a vision that I will sacrifice you for the sake of Allah. When Ismail heard that, he said يَا أَبِدْ افعَلْ مَا تُقْمَرْ سَتَجِدُمْنِي إنشاء الله مِنَ الصَّادِرِينَ Look at this. Ibrahim and Ismail, look at the sacrifice. The greatest thing, the most precious thing. Ibrahim sacrificed his son. And Ismail sacrificed his life. Why? قالوا when they wrote that of Allah subhanahu wa ta'ala. And when they did that, Allah told us in the Quran فَلَمَّا أَسْنَمَا فَلَمَّا أَسْنَمَا This is our deen to submit completely to Allah subhanahu wa ta'ala. And what we do, Allah will bring the relief. يَا إِمْرَهِيمٌ تَصَبَّتَ الرُّهِيَا And we know This is the answer for the complete obedience for the greatest sacrifice. And that's what we have to look at ourselves. It's not just an animal. It represents something. And it tells us that we follow the order of Allah and the order of His Messenger and sacrifice as much as we can from ourselves. Remember this Eid is not just one day. It's four days. And today is day number one. And you remember the Prophet صلى الله عليه وسلم He said أيام التشريك And this day is أَكْرٌ وَشُرٌ وَذِكْرٌ لِلَّهِ So enjoy this Eid. And make it joyous to everybody around you. Make it joyous to everybody around you. Enter the pleasure on everybody around you. And remember this is to please Allah subhanahu wa ta'ala. And this is all شعائر ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القدور And I will finish with this حديث The Prophet صلى الله عليه وسلم Thomas الاحديث This is حسن صحيح الترمذي And he said أَكْشُ السَّلام وأَطْعِنُوا الْطَعَامُ وَاصِلُوا الْأَرْحَامُ وَاصَلُوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامُ تَنْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامُ Spread the peace Spread the greetings Smile in everybody's face It's a charity And remember the ahadith that all of us know When two عندما يتصافح المؤمنان When two believers are close to each other Greeting each other A hundred portions of the mercy of Allah Come down on both of them One of them will get with the mercy With ninety percent of those Or with ninety portions The other one will get only ten And the one who gets the ninety Is the one that is most cheerful Is the one who engage Not just hands But the smile Engaging the heart And full of compassion So yes Shoot for those ninety percent And may Allah subhanahu wa ta'ala Make us among those people Allahumma ameen I finish with the dua Brothers and sisters Do not forget To connect to each other There is no one On the face of earth That has troubles Either with his family Or with his friends Or with anybody Please this is the best time To purify and clear our heart Connect This is the best chance Pick up the phone Go and visit The one that you have issues with And resolve with So if any of us Do not talk to his father Wallahi I said this to myself first If any of us Don't talk to any family member Reach out Reach out There is no other time Than this time And may Allah subhanahu wa ta'ala Bless you all To pray To plan To plan To plan And will To plan Can Do not To plan That The To plan Part And To plan ومولاها اللهم نسألك الهنى والتقى والعفاف والغنى اللهم نسألك أن تؤلف بين قلوب المسلمين وتوحد صفوفهم انصرهم على أعدائهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشهر مرضانا ومرضى المسلمين ورحم أمواتنا وأموات المسلمين اللهم ارزقنا صحبة حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصقنا من حظه الشريك شمة نهية نهية لا نضمأ بعدها أبدا اللهم إنا نسألك العلا من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين وعفر دعوانا الحب لله رب العالمين الله أكبر 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 سلام عليكم everyone don't forget next week Saturday 8th celebration right here at Yurik's Tonic Center please exit through that door for the courtyard exit through that door and for the musaba exit in the back door not through the front entrance thank you